بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مادتنا الجميلة مادة التربية الفنية اليوم بإذن الله سيكون درسا لهذا اليوم تكوين مجسمات جمالية بالعلب المعدنية هذا هو درسا لهذا اليوم تكوين مجسمات جمالية بالعلب المعدنية ستعلم الكثير من الأمور كيف نستخدم الخامات المستهلكة من العلب المعدنية وكيف نوظفها في أشكال جمالية بشكل عام في البداية عزيزي طلاب والطالبات خذنا في الحصة الماضية كان درسنا مثل ما تذكرون التشكيل بالشرائح المعدنية بطريقة الثاني والربط أخذنا وتعرفنا على الكثير من الأمور بالنسبة للمعالم كيف تتحول إلى فن أيضا أخذنا نبدة تاريخية عن المعادن ومعلومات إثرائية أيضا تعرفنا عن المعادن بشكل أكبر وتعرفنا أيضا عن الوصل المعدني وأسليب الوصل المعدني البسيط وأسليب متعددة بالنسبة للوصل وخذنا تطبيق عملي وإحنا لكم كيف ممكن نستخدم المعادن بطرق متعددة هذا هو بالنسبة لدرس الحصة الماضية مثل ما تلاحظون هذا عندنا سؤال من الدرس الماضي من الذي هو الدرس الماضي الذي هو التشكيل بالشرائح المعدنية بطريقة الثاني والربط السؤال هو الكالتالي من أسليب الوصل المعدني من أسليب الوصل المعدني هل هو الشرائح المتداخلة المتشابكة أو الشرائح المثنية أو جميع ما سبق نعيدة مرة ثانية الشرائح المتداخلة المتشابكة أو الشرائح المثنية أو جميع ما سبق ممتاز أحسن بارك الله فيك مثل ما ذكرت جميع ما سبق هذه الإجابة الصحيحة ذكرنا لكم من أساليب الوصل المعدني الشرائح المتداخلة المتشابكة أيضا الشرائح المثني وذكرنا لكم عدد من الأساليب الوصل المعدني اليوم بإذن الله سنأخذ في هذا الدرس سنتعرف الكثير من الأمور من ضمنها فن تشكيل المعادن والعلب المعدنية أيضا أعمال فنية من المستهلكات المعدنية وحنأخذ الجنب الجمالي في الأعمال الفنية من العلب المعدنية والمجسمات الجمالية وحنأخذ بالنهاية الكتلة في البداية عزيزي طلاب والطالبات بالنسبة لفن تشكيل المعادن هو فن تطويع الخامات المعدنية في تشكيلات تجمع بين الجانب الجمالي والوظيفي ويتم دمج بين الجانب الجمالي والوظيفي أيضا منذ أن توصل الإنسان إلى اكتشاف المعادن وهو يحاول استغلالها في استخدامات متنوعة في حياته اليومية وقد تطورت هذه الاستخدامات مع تطور الإنسان حتى أصبحت عنصرا أساسيا يلبي العديد من احتياجاته مثل ما تلاحظون أمامكم عندنا فن تشكيل المعادن وكيف استخدم هنا الفنان المعادن ووظفها المعادن المستهلكة ووظفها بشكل عام واستخدمها وكون أشكال جمالية طبعا منذ بداية الإنسان وبعد ما تحرف على المعادن بدأ يحاول يستخدمها ويوظفها في حياته اليومية بشكل عام كيف تمكن الإنسان من استهلاكها ووظفها واستخدمها في حياته اليومية بشكل عام هذا هو بالنسبة للمعادن ومثل ما ذكرت لكم تطورت هذه الأساليب مع تطور الإنسان وأصبحت عنصر أساسيا يلبي احتياجاته مثل ما تعرفون المعادن موجودة في حياتنا بشكل عام على سبيل المثال بناء البيوت وإلى العلب المعدنية كلها طبعا تعتبر معادن نحتاجها في حياتنا بشكل عام وخاصة في حياتنا اليومية آية في سورة سبا مثل ما تلاحظون أيضا أن صناعة الحديد وفنون المعادن المختلفة من أهم فنون الحضارة حيث يشكل الحديد إحدى القواعد التي تقوم عليها حضارتنا ويرجع كونه أكثر للفزات استخداما بسبب خواصة القيمة ووفرته ووفرت خاماته طبعا وسهولة أيضا الوصول إليها ويمكن أن نعيش مثلا بدون الذهب ولا نعيش بدون الصلب والحديد وأيضا منذ بدايات صناعة الصلب ازدادت حاجة الإنسان للحديد والصلب وأيضا أصبحت حياتنا اليومية محاطة بالمعادن بدءا بالقدور والأواني إلى الآلات الصناعية ومن استخدامات أو خلق نقول من أجسام السيارات إلى الأنابيب المياه والبردات والمنتجات العديد الأخرى أيضا وتتحول إلى نسبة كبيرة من المعادن إلى صفائح وألواح تطلق وتضغط وتحول إلى قوالب لتصبح علبا متعددة الأجسام والأشكال والاستخدامات مثل ما تلاحظون أمامكم عندنا في الشكل 28 مجموعة من العلب هذه بعض العلب من المستهلكات التي نستخدمها في حياتنا اليومية طبعا المعادن أو نتكلم عن الحديد والصلب بشكل عام نحتاجها في كثير من الصناعات على سبيل المثال التي تم صناعت فيها المركبات والسيارات بشكل عام وأيضا الطائرات وغيرها من القطع المتعددة والمصانع تحتاجها أيضا المنازل منازلنا تقوم على الحديد مثل ما تعرفون لو رأيتم كيف طريقة صنع المنازل نحتاج له في القواعد والأساس إلى الحديد بكثرة لكي يقوم للبناء مثل ما تعرفون هذا هو بالنسبة للحديد فنحتاج أيضا في العلب والأواني والقدور نحتاج لها تكون بعضها تكون من المعدن مثل ما تعرفون فالحديد والصلب بشكل عام نحتاجها في كثير من حياتنا اليومية أيضا بالنسبة للعلب المعدنية تصنع العلب المعدنية من العديد من المعادن ومنها الألمنيوم وصفائح الحديد بأحجام مختلفة لإستخدامات عديدة حيث أن هناك العديد من المواد الطبيعية كالعصائر والمواد الغذائية وصناعية كالألوان والدهانات والزيوت وغيرها تخزن في هذه العلب أيضا وبعد استخدام المواد التي بداخلها نتخلص منها ونرميها ضمن النفعات هذه بالنسبة للعلب المعدنية مثل ما تعرفون موجودة في بعض الأغذية وبعض الزيوت وغيرها طبعا في الغالب مجرد ما ننتهي منها يتم نرميها في النفعات لكن ممكن نستخدمها ونوظفها في أعمالنا الفنية بشكل عام ممكن نستخدم هذه المعلبات المعدنية في توظيفها في أعمال جمالية مثل ما ذكرت لكم أيضا إلا أن مملكتنا الحبيبة بدلت جهودا كبيرة للتخلص من النفعات المحليا واتخاذ أفضل أسليب العلمية والعملية لمعالجتها والاستفادة منها اقتصاديا هذا بالإضافة إلى المحافظة على البيئة النظيفة تلاحظون أمامكم عندنا في شكل رقم 29 إعادة تصنيع علب المشروبات الغازية في المملكة مثل ما تلاحظون كيف يتم تجميعها بهذا الشكل وممكن طبعا بعض المصانع تقوم بإعادة تصنيعها مرة أخرى طبعا ممكن نأخذ هذه العلب ونوظفها مثل ما ذكرت لكم في أشكال جمالية ممكن استخدامها وتوظيفها بأشكال متعددة أيضا حيث تم تأسيس المركز الوطني لإدارة النفايات موان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 457 بتاريخ 11.8.440 ويهدف المركز إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها وتحفيز الاستثمار فيها أيضا مرتقى بجودتها بناء على مبدأ الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة هذا هو بالنسبة لهذا المركز طبعا اهتمت حكومتنا الرشيدة في الطاقة واهتمت بالبيئة واهتمت بأمور متعددة كان من ضمنها المركز الوطني لإدارة النفايات مثل ما ذكرت لكم ذكرنا لكم كيف أيضا يهدف هذا المركز إلى تنظيم أنشطة إدارة النفايات والإشراف عليها والاستثمار فيها أيضا أما الأعمال الفنية من المستهلكات المعدنية لم يكتف الفنان باستخدام النواع المعادن في تشكيل الفني وإنتاج أعمال فنية مختلفة بل أيضا اتجه إلى المستهلكات المعدنية واستغلالها في أعمالها الجمالية محتما طبعا بتناسق العناصر مع بعضها البعض وأيضا الإنسجام والترابط في الكتل المختلفة مما يحقق الجانب الجمالي وأيضا دون تكاليف مادية أيضا وحتى عندما استخدم المستهلكات المعدنية في تشكيل أعمالها الفنية احتم بتلاؤم نسب العناصر مع بعضها وإن اختلفت أجسامها أو ألوانها في النسب من الأسس المهمة في تكامل العمل الفني فنجد الفنان عندما استعمل المواد غير مكلفة من المعادن المختلفة مختلفة المقاسات وأعادة تشكيلها لتزداد له جمالا ولتخدم الفكرة التي يريد أن يعبر عنها الفنان استخدم الفنان بشكل عام المعادن بشتى أنواعها وكان من ضمنها المعادن المستهلكة في العلب وغيرها المعلبات وغيرها وأخذها ووظفها بشكل عام تلاحظون أمامكم عندنا على سبيل المثال في شكل رقم 30 الكنداسة للفنان جوليو لافينتي لافونتي طبعا استخدم المعادن ووظفها مثل ما تلاحظون أمامكم في هذا المجسم أيضا عندنا خردة الحديد للفنان شفيق مظلوم تلاحظون كيف استخدم هذه الخردة ووظفها وخلاها شكل جمالي أيضا عندنا مواسير التحلية للفنان مصطفى سنبل طبعا أخذ المواصير ووظفها بهذا الشكل الجمالي مثل ما تلاحظون أمامكم ممكن نستخدم المستهلكات المعدنية وأنا أخذها ويتم توظيفها في مجسمات جمالية أيضا كيف نحقق الجانب الجمالي في عمل فني من العلب المعدنية حتى ننفذ أعمال فنية من العلب المعدنية المختلفة لا بد من مراعاة أن يكون لكل خامة حدودها وإمكانياتها وطرق استخدامها وفقا لطبيعة ونوعية الأشكال التي تنتج منها وعليها فلا بد من الاهتمام بالتوازن والانسجام بين أحجام الكتل في تجاورها بما يحقق الترابط المكمل للعمل تلاحظون أمامكم هذه بعض المعلبات وكيف أخذناها عندنا وحققنا التوازن والانسجام بين أحجام الكتل تلاحظون كيف استخدم الفنان ووظف هذه المعلبات للمستهلكة أو العلب المستهلكة وظفها هذه العلب مثل ما تلاحظون أمامكم في هذا الشكل الجميل المتزن ممكن نستخدمها ونوظفها ونضيف عليها ألوان وتأثيرات إذا أردنا وأشكال جمالية أيضا تلاحظون هنا الفنان حقق التوازن والانسجام بين أحجام الكتل بهذا الشكل الجميل أيضا عندنا الشكل الآخر تلاحظون كيف شكل جمالي استخدم فيه الكثير من العلب المستهلكة العلب المعدنية وظفها بهذا الشكل بالنسبة للمجسمات الجمالية لكل عمل فني شكل عام يميزه عن غيره وهذا الشكل عبارة عن خطوط ومساحات وكتل وملامس وألوان والفراغ المحيط بالعمل وعلاقات التجاور والانسجام والترابط بين عناصرها أيضا العلب المعدنية المختلفة حيث أن كل علبة تعبر عن كتلة طبعا حيث أن تنفذ عملا فيجب أن نراعي الانسجام في تجاور كتلة المختلفة حيث أن معنى الانسجام هو التوافق والتوليف بين مختلف العناصر ويكون بوسائل كثيرة منها مثلا استعمال الأحجام المتقاربة والأشكال المتناسبة وتنظيمها مثل ما ذكرت في العمل الفني وتم توظيفها وتنظيمها في تكوين يخدم العمل أيضا فكل عنصر يستخدم في العمل يعبر في حد ذاته عن ذاته له كتلة ولها نسبة فعليها لا بد من مراعاة النسب بين العناصر أي العلاقات بين تفاصيل الأجزاء التي توظف داخل العمل الفني ممكن استخدم هذه الأجزاء في العلب المعدنية ويتم توظيفها بشكل عام وكل هذه العلب ممكن تخدم وتفيد العمل الفني بشكل عام في حال ذا كانت أحجام مختلفة مثل ما ذكرنا لكم تلاحظون مجسمات جمالية وكيف ممكن يتم استخدامها وتغضيفها في هذا العمل بالنسبة للكتلة طبعا من خواص المادة وهي كمية المواد أو كمية المادة المكونة للجسم وميزة بأبعادها الثلاثة التي هو بأبعادها الثلاثة الطول والعرض والارتفاع تلاحظون عندنا نماذج للكتلة بهذا الشكل أيضا فيمكن تنفيذ العديد من الأشكال والمجسمات الفنية مع مراعاة انسجام العناصر المكونة لها وأيضا تناسب الأجسام وترابطها وتوزيعها بما يناسب ويخدم العمل نستخدم الأشكال بممكن على حسب الأشكال مثلا يكون عندنا شكل مكعب أو كروي وأيضا الشكل الأسطواني دائما العلب بشكل عام يكون أشكالها العلب المعدنية يكون في الغالب أشكالها أسطوانية ممكن أن نقوم باستخدامها وتوظيفها بطرق متعددة مثل ما ذكرت لكم أهم شيء يخدم العمل الفني ويكون العمل جميل بقدر الإمكان تلاحظون هذه بعض المجسمات مثل ما تلاحظون عندنا في الشكل 38 هذه مجسمات من المعادن بشكل عام عندنا أيضا في الشكل 39 هذه بعض المجسمات من المعادن تلاحظون كيف أشكالها المتنوعة وممكن نقوم باستخدامها وتوظيفها كأشكال جمالية وممكن أيضا نفعية بالثير ما ذكرت لكم أما الآن هنبدأ بالتطبيق العملي ويجب في ملاحظة مهمة أقوم بتنفيذ أعمالي الفنية تحت إشراف والدي أو والدتي أو أحد أفراد الأسرة المؤسلين وفي المدرسة أقوم بتنفيذ أعمالي الفنية تحت إشراف معلمي أو معلمتي وأصغي زيدا لتوجيهات السلام الخاصة كما ذكرنا سابقا أننا ممكن نستخدم الكثير من المواد من ضمنها عندنا الأغطية المعدنية وكيف ممكن نقوم باستخدام هذه الأغطية بشكل عام سنستخدم أيضا ممكن باستخدام الصحون البعدنية بشكل عام وممكن نقوم بتوظيفها بأشكال جمالية على سبيل المثال عندنا هذا الصحون البعدني أخونا نقول تم استخدامه في بعض المأكلات ممكن نقوم باستخدامه وتوظيفه بشكل عام على سبيل المثال ممكن نأخذ بعض الأسلاك المعدنية ممكن نستخدم العلاقة ونوظفها ممكن نستخدم السلك المعدني سلك النحاس ونقوم بتوظيفه مثل ما ركعت لكم أعطينا على سبيل المثال هنا فتحه بحجم صغير وهنا أيضا طبعا ممكن نستخدمه ونوظفه بأي بأي اتجاه إذا أردنا نفس الشكل بإمكاننا توظيفه في هذا المكان على سبيل المثال وممكن نقوم بإنزال الدائرة في الأسفل هذه بعض الأفكار اللي ممكن أن نقوم باستخدامها وتوظيفها مثل ما ذكرت طيب الآن هنبدأ باستخدام على سبيل المثال السلك المعدني نفترض بهذا الحجم ونقوم بقص هذا السلك محتاج شكل بسيط طيب عندنا قطعة واحدة نقوم تقيبا باستخدام نفس الطول نقوم بخصة وممكن نستخدم أداء أخرى القطع الأسلاك بهذا الشكل سنبدأ الآن في استخدام أدوات متنوعة مثل ما ذكرت ممكن نستخدم بعض الأدوات والخامات أيضا ممكن نستخدم هذه الأغطية ككفرات مثلا لهذه العربة وممكن نخليها على شكل سيارة أو غيرها ممكن نعمل شكل جمالي من ابتكارنا على سبيل المثال نأخذها ونقوم بإضافة على سبيل المثال الغرة الغرة ممكن نستخدم غرة المعادن هو الأفضل للاستخدام لكن نستخدم على سبيل المثال الغرة مؤقت اللي هو الصمغ الحراري بإمكاننا استخدامه وتوظيفه في هذا الشكل طبعا نشكلها بهذه الطريقة ونضيفها بهذا الشكل وممكن نستخدم ونضيف عليها نثنيها أكثر بهذا الشكل وإمكاننا إضافتها بهذه الطريقة هذا يتبر أحد الأغضية المعدنية وكيف ممكن نقوم بتوظيفها بشكل عام أيضا نستخدم الصمغ الحراري ممكن نقوم باستخدامه وتوظيفه بشكل عام طبعا يجب أن ننتبه جيدا أن الصمغ الحراري مجرد عند تعرضه للحرارة ممكن يذوب فهذه من النقاط المهمة جدا فلذلك واجب الانتباه لهذه الملاحظة لأن في حال استخدام الصمغ ممكن نزيل القطعة ونبدأ يخرب معنا الشكل الجمالي أيضا ممكن نستخدم هذه الأشكال ونضيف عليها بعض القطع تكون مثلا في الأعلى أو ممكن يكون بهذا الشكل بإمكاننا استخدامها وتوظيفها مثل ما ذكت لكم بأشكال متعددة ومختلفة طبعا هذه أحد الأفكار ممكن أن نقوم باستخدامها وتوظيفها نستعرض لكم كيف ممكن نقوم بإلصاق القطعتين مع بعضها البعض بهذا الشكل ناخذ الصمغ الحراري ونضيفها إلى الأعلى على سبيل المثال ونقوم بإلصاق هذه القطعة طبعا بهذا الشكل نكون تقريبا ممكن نستخدم أشكال جمالية أيضا ممكن هذه القطعة في حال مثلا في أردنا إلصاقها بأي شكل كان ونضيفها مثلا في الأعلى على حسب ابتكارك وإضافاتك التي تريدها مثل ما ذكرت لكم أيضا بعد أن يبرد الصمغ وممكن نضيفها ويكون على شكل الكفارات من اليمين واليسار مثل ما ذكرت لكم باستخدام هذه القطعة وممكن نقوم ببناء هذا الشكل ويكون على شكل مجسم ونضيف عليها الكثير من العلب المعدنية وبعض القطع مثل ما تلاحظون أمامكم وكيف ممكن نضيف أشكال كبيرة الحجم وممكن نضيف لها يكون بهذا الشكل بإمكاننا نتحكم ونضيف الكثير من الأشكال الجمالية وحنستعرض لكم الحصة القادمة بإذن الله كيف مثلا نضيف الكثير من الأفكار المتعددة بالنسبة لهذه العلب المعدنية حيني شرحنا لكم في البداية كيف حنستخدمها وبالطرق البسيطة لاستخدامها وتوظيفها بإذن الله في الحصة القادمة طبعا نستعرض لكم أفكار أكثر بالنسبة لهذه العلب المعدنية وكيف يتم توظيفها بأشكال جمالية مختلفة ومتعددة في النهاية شكرا لكم أعزائي الله والطالبات على حسن المتابعة والاستماع تعلمنا كثير بالنسبة للمعادن والعلب المعدنية وكيف نقوم بتوظيفها شكرا لكم ونضيفكم بإذن الله في الحصة القادمة وفي أمان الله